الحديث الذي بعده هو الحديث الخامس وهذا الحديث الخامس كما قال ابن عسيمين رحمه الله مع الحديث الأول فيهما العبادة الحديث الأول في النيات وهذا الحديث الخامس في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأول في الباطن وهذا في الظاهر عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الفرق بين الروايتين كما قال العلام العباد حفظه الله تعالى قال الرواية الأولى لمن يحدث البدعة المبتدع ذاته جاب البدعة الزولة جاب البدعة الأول من أحدث في أمرنا ده جاب البدعة والرواية الثانية في من عمل البدعة سواء كان هو أول من أحدثها أو أنه اتبع المبتدع الأول لأن الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رد أي مردود عليه لا يقبله الله سبحانه وتعالى طيب في أشياء في كتاب اسم الإبداع للشيخ العسيمين رحمه الله ذكر فيه ستة أشياء في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأشياء فيها الفاصل بين السنة والبدعة الشيء الأول جنس العباد الجنس يعني الشريعة أمرت بالأضحية وجعلت أجناس معينة في الأضحية في أشياء تانية حلال لحم حلال لكن مفجوز تضحي به زي لحم الغزال حلال لكن مفجوز هنا تضحي به فهين الأضحية عندها جنس معين اللي هو بييمة الأنعام بييمة الأنعام العاية التانية العدد شريعة لمن تضع عدد معين وتحصر هذا العدد فلا يجوز لأحد مجاوزة هذا العدد في عدد معين تعمل ما تزيد كان زيد الله ما يقبل يقول الصبح نصاح نشيط كذلك نزيد من رقعتين ثلاثة زاد في العدد لا يقبله الله سبحانه وتعالى لا يقبل الله هذه التعبد ولا يقبل هذه العبادة تنقص ما بيقبل تقول صلي رقع واحد أنا فتران لا يقبل الله تعالى ثلاثة المكان في أمكن معينة لعبادات معينة كالحج فإن مكان الحج كمثال الطواف وليطوفوا بالبيت العتيق مبجوز تتخذ مكانا غير هذا المكان في مكان معين لو اتخذت مكانا آخر فأنت مفتدع أتيت ببدعة أربعة الزمان الزمان في أزمن معينة رمضان عند زمن معين ما بتوصل بيش أول بعد ولا بتوصل بيش أعبال قبله وإنما له زمان معين له زمان معين بعد ذاك في تاني أمرين دائما أربعة في أمرين الأمر الأول أصل العبادة فالزول لما نجيب بدعة من أصل ما موجودة في شرع الله دي شنو دي بدعة دي بدعة بسموها بدعة أصلية بعد ذاك في بدعة إضافية ودف الجزء في الأمر السادس وهو الكيفية الكيفية مثال لبدعة أصلية لا يوجد لها أصل في دين الله البناء على القبور البناء على القبور البناء على القبور مثال لبدعة في الكيفية ذكر الله بكيفية بكيفية أهل البدعة في الذكر أصل الزكر موجود مشروع لكن البدعة في شنو في الكيفية في الكيفية طيب طيب البدعة لغة ما أحدث من غير مثال سابق شيء جديد ولك فلان مبدع ولك الشدة إبداع ولك الشدة إبداع عديد أحدث من غير مثال سابق وفي اللغة في بعضها مندوح وبعضها مزموح مروحة دي الزولة سوا قبله وما الزول سوا مروحة بالهيئة دي لكن دي بدعة حسنة لأنها في اللغة في اللغة يعني وفي الأشياء المباحة ما في أشياء العبادة بل قال الله عن نفسه بديع السماوات والأرض خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق غير الله ما خالق خلق سماوات ولا أرض أما البدعة في الشرع فيها تعريفات كثيرة الشاطي بيواوى إلى خيره لك طريقة تضاهي الطريقة الشرعية إلى خيره لكن ملخص الكلام في البدعة في الشرع أن تتعبد لله تتقرب لله تعالى بعبادة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس باختصار في ناس يقول لك أن تتعبد لله بعبادة لم لم يقلها الله ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إنه في أشياء الرسول ما قال تصريحا لكن فعل هل فعل إياه ما تكون عبادة عبادة لكن الأشمل أن تقول أن تتعبد لله بعبادة لم تكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال لا فعل لا فعلوا قداموا أقرى ما هو لا هو قال ولا فعلوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فعلوا قداموا أقرى طيب والبدعة خطيرة لأن العلماء قالوا كما يروى عن الشيخ الإسلام البدعة أحب إلى إبنيس من المعصية لأن صاحب المعصية يعلم أنه يعصي الله فيتوب منها وأما صاحب البدعة فإنه يظن أنه يعبد الله ولا يتوب منها وحجب الله التوبة عن صاحب البدعة حتى ينزع من بدعته حتى يترك هذه البدعة بل وأهل البدعة يزادون عن الحوض يوم القيامة تضربه الملائكة بسياطة إنهم بدلوا وغيروا وبعض أهل الإن قال المبتدع يلعن ولكن بالعموم أما التعين فإن الإنسان يعني يعمم ولا يعين إلا من عينه الشرع واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا محدثا في صيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك من الأحكام التي تترتب على موضوع البدعة أن المبتدع الداعي لبدعته فإنه يهجر ويحذر منه لأنه يضر الناس ببدعته ويدعو إلى الباطل وقد يناصح يناصح ويبين له الحق وأما المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته فإنه يبين له الحق ويصبر عليه حتى يتوب فإن علم عنابه فإنه يترك ويهجر ويحذر منه والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير إلى آخر الحديث وأهل البدع من جلساء السوء بل قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين من هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله أهل البدع والمبتدع كما ذكر القرطب رحمه الله في تفسيره وجاء في البخاري وفي تفسير بن كثير لسورة آل عمران عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلى الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إلى آخر الآية قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ثاني أحذر من أهل البدع ويجانب أهل البدع ويرتأد منهم ولا يتعاون معهم في شيء من أمور الدين لأنهم تركوا الدين وما اتفعوا بالدين وذهبوا إلى البدع طيب الحديث فيه فوائد من فوائده أن هذه الشريعة اكتملت اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أتم الله هذا الدين وأكمله فلا حاجة للزيادة ولا للنقصان من فوائده من فوائد هذا الحديث تحريم الافتداع كما قال العلامة العباد حفظه الله تعالى تحريم الافتداع في دين الله تعالى من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد الفائدة الثالثة أن البدعة مردودة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى الله ما بيقبله بدعة ما بيقبله إنما يقبل السنة ويقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله وسلم قال العباد من الفوائد أن النهي أن النهي يقتضي الفساد قال ما نهى عن البدع معنا البدع شنو فاسدة وسيّة الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت لا لا نمش نواصل أولا نواصل السنة فيها بالبركة طيب المولي كاحتفال بدعة أصلية لم تكن في شرع الله سبحانه وتعالى أما كزعم فهو بدعة إضافية كيف الفرق بين دين كاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دي بدعة أصلية لم تكن في أصل الدين والدليل اسأل كل محتفل هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ محمد علي فركوس من علماء الجزائر قال ما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولد نبي من الأنبياء ولا برسول من الرسل ماف ولا حديث ضعيف ماف ولا حديث مكذوب خلي مكذوب ده خليهم قد يكذبوا الليلة لكن حديث ضعيف ماف إن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بمولد نبي من الأنبياء أو شرع له الاحتفال بمولد نبي من الأنبياء أو شرع لأصحابه فده شنو ده بدعة في أصله من أصل بدعة أما باعتبار زعمهم ما هم بزعم بقول لك ده محبة النبي عليه الصلاة والسلام والفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم فهنا يكون الإضافة لو إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الدين موجودة والفرح به موجود لكن أن يعبر بالاحتفال ده ياهو شنو البدا ياهو البدا ده ما موجود ياخشي عملوه سنة 362 هجريا كما في كتاب المواعد والاحتفال للمقريزي وبعض العلماء كابن كثير رحمه الله قال سنة 625 هجريا ياهو الملك المظفر أبي سئد وشيء أصلاً ما كان في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين وإنما هذا أحدثه من أحدثه من الفاطميين ومن بعدهم من أئمة الضلال الشيخ محمد بن عالدة حفظه الله تعالى قال الفاطميون كانت لهم موالد ولهم احتفالات منها الاحتفال بمولد الحسين وبوفاته بمقتله بمولد الحسين عفوا وبمولد فلان وفلان وفلان إلى آخر لحد ما دخلوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا من البدا التي لا تقبل في شرع الله سبحانه وتعالى أبجوز أولاً الأعياد ما فيه صيام معروف إنه الأعياد الصيام فيه جنو حرام وكوم صام ده معنى جنو ده أول شيء ابطال ليه مسألة عيد ده واحد اثنين صام يوم الاثنين من كل أسبوع يعني كل أسبوع كان بيصوم فيه شنو يوم الاثنين فيه شهر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأول إلى آخر شهر رجب شعبان في جميع الشهور كان يصوم يوم شنو قال لي اثنين أما هم خصصوا ربيع الأول وعملوا اثناشر يوم في إيد مما الله خلق الأرض وخلق السماوات لما تقوم الساعة عيد اثناشر يوم كله من البدع بضلالة ده ما فيه حجة الدائر احتاج بالحديث ده يصوم كله اثنين بس ده لي أخزاوين له سمسمية وفولية ده لي صوم ومن السم من بدر مجايز اللي هو الأكت ولكوم جوز هند وإلى آخر وساوين له نصمام تباع دي حرام حق تعيد ولا ما عيد دي شفت في السوق ولا في المون حرام كأنسي سواه حرام أصنام عديل لعظ ساولنا حصان المولد وعروس المولد لكله من الباطل فده ما حجة أما الحديث الثاني بتاع أعتق ثويبة ده الروايات الأعتق ثويبة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وخفف عنه رواية دي كلها باطلة ضعيفة لا تفوت ليه لأنها عن عروة وعروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى بالمرسل مرسل يعني شيء من أصماف الضعيف من يعني من نتائجي أنه من أصماف من تصنيفاتي أنه من أصماف الضعيف لا يشبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الآية برضو ما في حجة قل بفضل الله وبرحمتي قال أبو سعيد الخدري وقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قل بفضل الله القرآن وبرحمته الإسلام وجاء في بعض التفاسير العكس قل بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال ابن كثير مما يجمعون من حطام الدنيا الزائف الزائل انت والدليل على التفسير ده أقرأ الآيات القبلية والآيات البعدة قال الله تعالى في هذه السورة سورة يوسف سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور القرآن وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته انت انتبه للآياتين ده الكويس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى بعد قال ورحمة وصف القرآن بأنه وشنو رحمة ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه دفع أي ذا التفسير الفسرو الصحابي ما واضحة واضحة تاني ما بدليل كله قال الصيوطي وقال فلان وقال فلان ديالما حجه كان جابوا كلام علماء يعني أذكر لهم علماء أعلم من الصيوطي وأفضل نحسبهم من الصيوطي وبقولوا كلام وهم باعترفوا بالعلمة ديال بل أئمة وما يبالوا كلامهم في المواضيع إذا خالب الصيوطي مثال الإمام مالك حفظه الله أرحمه الله تعالى دا إمام معروف ما فيه مطعن إمام مستقيم عالم علامة نحسبه الله وحسيبه قال صيام ستة من شوال بدعة بدعة حرام بدعة ما فعله الرسول عليس قال صيام ستة من شوال ها قال صيام ستة من شوال بدعة ذاك الأمام مالك باقي الأئم قالوا سنة والدليل مع باقي شنو الأئم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال فأثبت بالسنة إنه في صيام ستة من شوال بل جعل له فضلا وكأنما صام الدهر فهين يعتذر للإمام مالك ما نقول مالك مبتدع حاشا لله لكن بنقول فينه يعتذر له بأنه لم يدركه الحديث ما وصله الحديث أشاكي بن عسيمين في شرح الإلهاء الصالحين قال الإمام أحمد أحياناً تجد له في المسألة ستة أقوال ستة أقوال قال يقول المسألة فيأتيه الأثر فيتراجح ثم يأتيه الأثر فيتراجح ويأتيه الأثر فيتراجح نلقى حديثة قال وأحياناً يصرح بأنه تراجع وأحياناً لا يصرح بالتراجع معناه زي ما قال البيهقي رحمه الله عن الشافعي وكان البيهقي من أئمة الشافعية لما نلقى حديث بيقول الحديث حكم الله في المسألة بناء على الحديث وبقول وهذا مذهب الشافعي وإحياناً الشافعي بكون ما قال بالمذهب ده لكن لما تكلم وبين هذه المسألة البيهقي قال لأن الشافعي يقول مذهب الآثار والسنة فمعناه تاني أي شيء يجي في السنة دم أذهبي عشان كيف دم أذهب الأئمة زول أخطأ من العلماء يقول أخطأ إن تنسلوا العزر طالما من أئمة الحق يقول ما أدرك الحديث إلى آخر من الأعزار المعروفة فده الجواب على الأسوال أما يقول لك فلان وفلان وفلان يقول لك السعودية احتفل أنا ما عارف النازل جاي من لهم مناسبة بتاعة إيريس قالوا زي احتفال كراسي ويناء قالوا زي احتفال ويأك كان احتفلت احتفلت السنة دي ريب السنوات الفاتر وشي زمن بلد الرسول فترة دي كلها ما جاء السيدي في سنة الفين وستاشر خلاص بقدي ها الفين وسبعتاشر بيجي كل لخبطة في جهة وهل الناس بترتضب السعودية كحكم هل برتضبهم هنا النازل برتضبهم ما برتضب هس تقول لهم السعودية ما عندهم قباب خلاص قلتوا المولي السعودية ما عندهم قباب تعالوا نكسر القباب ولك يا وهابي تجاي من السعودية ولا شنو طيب المولد دا اتجبت من بور سودان ما قلت في السعودية ما اف هو علماء السعودية اللي قالوا كلامنا دا يا ناس ناس من اباز وغير والفوزان الآن حي دي لال بيقول بدعا دي العلماء في البلد فدكل ما حجج وإنما الحج في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا صلى الله عليه وسلم على نبينا